نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ندوة توعوية لعددين من مزارع قرية كطيفة مباشر الإبراهيمية بمحافظة الشرقية تحت رعية الهيئة قبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية المرحلة الثانية ويأتي ذلك دمنا مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف للحديث عن المعاملات الأولية لمحصول القمح والنهود به ونقشت الندوة وأهمية مبادرة إزرع وعن المعاملات الأولية لمحصول القمح من خلال لقاء مع المزارعين للتوعية بأهمية القمح والتعريف بالمبادرة وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة بتوزيع تقاوي القمح بنصف الثمن المبادرة بتوفر تقاوي القمز يلعب نصف الثمن المبادرة في الفترة دي تتوفرت حوالي تقاوي لعشرين ألف فدان تم زراعتهم بالمحافظة الشرقية المبادرة على مستوى الجمهورية في 16 محافظة في صدق المهات تدخل في حوالي مليون فدان زراعة مليون فدان على مستوى المحافظة مبادرة إزراعة في مرحلتها الثانية اللي بتضم 16 محافظة للوصول لمساحة مليون فدان لخدمة 500 ألف من أهالينا المزارعين موجودين النهاردة انتهت المرحلة الأولى من توزيع التقاوي بنصف التكلفة استفدنا من المبادرة أن احنا خدنا القمح بنصف سعر وبيتابعونا طبعا الزراعة بتتبعنا وكان النهاردة للصول يزريمون معنا والناس كلها كانت موجودة بيسألوا أي استفسار على أي حاجة شكرا